الطبخة من المطبخ السعودي طبخة عريقة معروفة يا سلام مرقوقة يعني أكل معروفة على مستوى الخليج حلو تقريبا صاد معروفة والله العظيم والله العظيم أني البارح أفكر أقولك نبغى مرقوقة لأسبوع هذا ورب الكعبة وصارت الحمد لله طيب طبعا المرقوقة بيعتمد على أنه تركيز يا شباب طبعا مرقوقة توقع كلكم تعرفوني أول شي راح نقول للمكونات يفضل أنه يكون بلحم متوفر عنا دجاج جميل الدجاج الخضار اللي منوعه البذنجان الكوسة الجزر البطاطس القرع بصل الفلفل الحار اللومي بهاراتها مشكلة جميل مثل بهارات الكبسة تقريبا بس تعتمد على أنه لازم يكون فيها نكة اللومي حلو يعني هي الأكلة نكة إيش؟ اللومي الأسود هالي اللي هو الفلفل ايه في ناس بتطحنوا وتحطوا على وجهه هو الليمون الآن نحن راح نطبخهم مع الطبخة نفسه حلو أول مرحلة راح نقطع الدجاج معينتوا ولا قد بي لا الشباب مع أبو ظهير حيكلة كيف؟ الله يسعد هالوجه الله يرحبك يا مرحبك كيف حالك؟ المرقوق 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 كل الشتوية الله يسعد هالوجه ولو ما حبيتنا اللي يحبك كلش تمام يا ربي شردتنا يسترقى يا حبيبي ترى الطبخة مرقوقة اليوم ترى أزينا للكتفي يوم كتب توجعك جميعا معيد المكونات مع بعض دجاج أوصل دجاج بالعظم الخضار بذنجان بطاطس كوسة جزر قرع طماطم بصل صلصة الطماطم فلفل أحمر حار واللومي والبزار مشكل يا سلام طبعا من الإضافة للزيت عندي دقيق هنا راح ننصلح فيه عجينة أول حاجة راح نحط الدقيق بصحن مفتوح ونضيف عليه نس كوب ماء ورشة ملح رشة ملح يعني بثلاث أصابع الأمامية بتاخد رشة الملح بتعملها بس ما عوز ملح كتير بعدين يفتح فتحها بنص الدقيق فتحها بالنص ايه بطك اللي هين ها وبتصب نص كوب الماء وبتحركها كل ما احتاجت ماء بتحركها وبتعجنها حتى تكون عندك عجينة متماسكة بتعجنها زيادة وبعدين بتغطيها وبتريحها بالخزانة عشر دقائق إلى أربع ساعة ليش عاد بالخزانة بس بالخزانة ما بيكون فيه هوا بارد نحن بدنا هوا جاف أو رطوب يعني شوية عشان تتخمر لأنه عجينة المرقوب ما فيها خميرة ايه سلام احط ماء بعدين نحط الحط الماء رشة الملح رشة الملح على الدقيق افتح فتحها نص كوب انت حتبدأ بنص كوب وتعرف انت شو محتاجة وتزيد إلى تماسك حتى تصير العجينة متماسكة ورخفة شوي قبل غاز قبل يحطها على النار قبل قبل النار نحن عام نحكي بالعجينة لحي حطيت واحد من الشباب انتوا واحد منكن رح يصلح العجينة والتاني حيقطع الدجاج لأوصال ويقطع البصل ويسوي حمسة البصل مع الدجاج والطماطم والصلصة همام كأنك عم تسوي دجاج بالكشنة ايوه بتضيف الابهارات بكونك انت منظف الخضار بنقطعها قطعة كبيرة الخضار انا عاوز قطعة كبيرة الخضار مش قطعة صغيرة شرائح شرائح كبيرة ايه بتسوي العجينة مفهوم شباب معنى يا نايف انتوا عزيز تجيه بس كأنه معنى ولا ضدنا لا ان شاء الله حسنا مننظف الخضار منقطعه قطعة كبيرة بنحطوه على طرف انت الحمسة اللي حضرتها هنا هي عبارة عن الدجاج والصلصة والبهارات والطماطم تمام؟ بس شفتها تسبكت معاك صب عليها لتر ماي الخلطة هاي. هذا لا ترك. ايه هذا يعتبر. هذا يعتبر بترك. تصب عليها ماء وتتركها تغلي. يا سلام. اسناء غليان الدجاج وسلء والطبخة هاي. انت بيكون العجينة تخمرت. والخضار عندك منظفة ومقطعة. بتشيل الخضار بتحطه مع المرق تطبخ وبتبدأ تفرق العجينة. عاوزك تسوي العجينة يعني العجينة يمكن تطلع معك ست قطع كروية. كورها صغار. وصفها على الطاولة كده على الطرف. كورها ولا دورها. كورها. زي طابة البينبون. بحجم طابة البينبون. تمام? بعدين بتاخد حبة حبة وبتفردها. تخليها كنا. بترش دقيقة على الطاولة عشان ما تلزق معك. وبتفردها. عاوزة رقيقة ارقق شي. العجينة لازم تكون رقيقة على الاخر. نافي. تماما. دقيقة مشاعر. كالسلام. عالي الى الان بتبعي. بتصير العجينة بالحجم هادة بحجم الخبزة. اكي. وبتاخدها وبترميها على المرق اللي عم يفور. اه. اول ما بترميها هي بتغير لونها. مجرد ما يتغير لونها هي ما بتنزل تحت. بظل اهوك. اخليها. بتتم على الوجه. بس تغير لونها بتقطعها بالشوك. اخليها على اربع خمس قطع. على قد لونها قطعها. يا سلام. يعني اقل من نص دقيقة. اقل. حلو. اينا. والثانية نسل الحركة. ولحقها بالتانية والتالتة والرابعة بعدين بس خلصت العجينة. وتغطيها وتخليها على الان هادية بتزبط ملحها. بس اه مع المرق بدك تنزل حبتين الفلفل وثلاث حبات اللومي. مع المرق يطفون. بدون ما تكسرهم بدون ما تفتحهم. احنا ما عاوزين الاكل تصير حارة. هاي. كم قطع تغريبا. اه كم قطع العجينة. العجينة انا اتوقع هاي تطلع معاك اه. 8 قطع. 8 قطع. احاول تخليها 8 قطع. ايه. طب كيف هو بعلي قطعها بالشوكة وهي في القدر. اه لما بتكون مفتوحة وهي على وجه القدر. بيمسك الشوكتين بيفتح فتح. قطعها كده بالطريقة. بعد ما تخلص من الغاز. ايه. بعد ما يتغير لونها اول ما تحطها. ما بتحطها على وجه المرق. اه. بتغير لونها اه خلال النص دقيق او اقل بتغير لونها بتروح بالطعم. كالشوكة. لان قطع. حل. لا. العجينة هذي كلها حتكورها تمنكور. عادها على الغازة. من كور. بدون غاز. على طرف. اه. بدون طرف. طلع عجينة. طلعها من هنا. تمام? اذا خمرت جيب تغريدات قطع. بعد ما تتخمر. بلا عرف سياد عرف الموضوع. انا عم بتكلم اسناء الطهي. اه. بتحط العجينة المفروضة اللي فردتها بالشوبة. بالايدام اللي بنسوي. ايوة بالايدام. مع الخضار. ما بتنزل العجينة انتبه. ملاحظة. ما بتنزل العجينة حتى يستوي الخضار. حلو. تتأكد انه استوي الخضار بتنزل العجينة. العجينة ما بتتحمل طهي زيادة. يعني العجينة بالكتير عشر دقائق طهي كلها بعد ما تنزلها. على نار هاتية. حتى الخضار حتى دقائق قربش ساعة. والي. ايه بصر. العجينة ما راح مطبخة انه في قدر الخضار. اي نعم ايه. ايه. طولت بعدين. لا لا العجينة ما تطبخة هنا. لا هنا. الخضار. العجينة الكورة بتفردها وبتنزلها على المرق العميغ لي هنا. طيب الاحين ده سوي هنا صح? ايه. العجينة هنا بتسويها. ايه. بدون نار. خلاص ابو علي. خلاص. اي سؤال يا سياف مسعود. اي سؤال نايد. نبد نبد نبد. عزيز سؤال يا عزيز خل الفاكهة عنك عزيز. اه بجيب لكم بجي. بجيب لكم. طيب كم تحتاج وقت يبو علي? خمسين دقيقة. تحتاج خمسة واربعين دقيقة. طيب جاهزونا التايمر خمسة واربعين دقيقة يا شباب. انتم توزعوا الشغر بينكم. انتم الفريقين. شامل كل حاجة. اه رب. التايمر جاهز يا شباب. ايه. رايزين عليك ها. ايه واحد بدي التايمر يا شباب. شدوا حيالكم.